طيب ريكاردو سوارش المدير الفن السابق للنادي الاهلي الرجل قعد شهرين اتنين مع النادي الاهلي لكن شهرين كانوا كافلين انه في بلده بالاضافة لتجربته اللي كانت مع النادي البرتغالي قبل كده يكون فريق جيل في سانتي البرتغالي يكون ريكاردو سوارش مدرب العام في البرتغال اختروه مدرب عام 2022 في البرتغال والراجل عمل رسالة الحقيقة شكر فيها النادي الاهلي وقال ان ده قال على حسابه الشخصي فخر كبير بالحصول على جائزة مدرب العام هذه التي قدمها سي ام فيلي جرانس ارضي العزيزة هذه الجائزة هي نتيجة عمل جماعي مؤهل للغاية شكر خاص لجيل في سانتي اللي هو النادي اللي كان بيدربه والاهلي قال لزين لو لا هما لما كان من الممكن الحصول على هذه الجائزة شوف انا اقول لك حاجة اه ليها معنى جدا اه يعني كان ناس متحسبة الله هو راجل ده بعد ما جبناه وهو مدرب واعد من البرتغال وقضى ستة شهر ومشي مش هيؤثر على مسيرته كان مدرب اه النادي الاهلي مجرد ما يختار مدرب حتى لو كان في البرتغال بياخد درجات بيعلى عايز دليل تاني مه ما له جسيه لم يختار مدرب العام في البرتغال اللي من خلال النادي الاهلي لقى اكتر من كده بقى بسيرو لما جه الاهلي راح بورتو ها طب الراجل الطيب ده اللي جالنا ستة شهر ومشي ده شهرين ها ولا نص دور يعني ها ورغم كده عملية وجوده في النادي الاهلي حتى لو لم تستكمل كانت كافلة ان تدي له ابنات يجعله مدرب العام الواعد طيب ده في الكرة